واشنطن ودمشق سر تذبذب الموقف الأمريكي تجاه الملف السوري موضوع حوارنا الليلة ورحب مرة أخرى بضيوفي من القاهرة المستشار في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية الدكتور وحيد عبد المجيد ومن اسطنبول سفير الاعتلاف الوطني في باريس الذي سينضم إلينا لاحقا منذر مخوص ومن دمشق معاون وزير الاقتصاد الدكتور حيان سليمان نذكركم أيضا أن بإمكانكم المشاركة في الحوار من خلال طرح أسئلتكم واستفساراتكم على تويتر وفيسبوك مرحبا بضيفي الكريمين وأبدأ معك دكتور وحيد عبد المجيد في القاهرة وأبدأ من التطور اللافت الذي هو محل جدل الآن لدى الجميع عندما انتهت زيارة جون كيري إلى موسكو وعندما أعلن الروس والأمريكيون إمكانية عقد مؤتمر دولي للسلام في سوريا انطلاقا من اتفاقية جينيف كيري إذا كنت تذكر دكتور وحيد قال في موسكو إن المعارضة والنظام وحدهما من سيحدد شكل الحكومة الانتقالية كيري نفسه قال اليوم في روما الأسد لن يكون مشاركا في أي تسوية انتقالية ما سر هذا الارتباك في الرؤية الأمريكية هناك مسافة ما في السياسة الأمريكية بين الموقف السياسي وما يمكن أن نعتبره الموقف الأخلاقي الضاغط على السياسة الأمريكية بشكل استثنائي السياسة الأمريكية لا تأخذ الاعتبارات الأخلاقية ضمن حسابتها لكن في بعض الأحيان هذه الاعتبارات تكون ضغطة عليها كما على الجميع ويصعب التنصل منها وبالتالي لابد من توجيه رسالة بهذا المعنى السياسة الأمريكية تهدف إلى حل هذا الصراع في سوريا حلا يعني إذا أمكن أن يكون هذا الحل مقبولا من كل الأطراف أو معظمها فأيا كان هذا الحل بشرط أن تبقى سوريا موحدة وأن تضمن أمن إسرائيل لأنه الثابت الأساسي في السياسة الأمريكية تجاه منطقتنا على مدى نصف قرن تقريبا هو أمن إسرائيل في المقام الأول فأي تسوية تحقق هذين الهدفين تقبلها الولايات المتحدة لكن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تدافع عن بقاء حاكم قتل عشرات الألاف من شعبه ولكن إذا كان الأمر كذلك لماذا لم يعلنها جون كيري إلى جوار وهو يقف إلى جوار نظيره الروسي لفروف في موسكو لماذا انتظر يومين ثم أعلن أن لا مكان للأسد في أي تسوية مستقبلية لا والحقيقة هذا ليس مقياسا لأنه أيضا عندما كان في موسكو قال أنه شخصيا لا يستطيع أن يتصور أن تبقى سوريا محكومة بحاكم فعل كذا وكذا وكذا تحدث عن رأيه لكن السياسة الأمريكية هي بالفعل تبحث عن تسوية تحقق هذين الهدفين أن تبقى سوريا أن تقسم سوريا لأن تقسيم سوريا مدخل قد يكون مدخلا ليس من أجل الحفاظ على وحدة سوريا أو لأن الولايات المتحدة حريصة على سوريا ولكن لأن هذا التقسيم يمكن أن يؤدي إلى وجود دويلات إرهابية في بعض الجيوب وهذا خطر على أمن إسرائيل ولذلك المحدد الأساسي هنا هو أمن إسرائيل وأمن إسرائيل يقتضي في هذه المرحلة أن تبقى سوريا موحدة وأن يكون فيها حكومة مستقرة بقدر الإمكان وهذه معادلة بالغة الصعوبة من ناحية العملية دكتور وحيد دعني أنتقل إلى ضيفي في دمشق معاون وزير الاقتصاد دكتور حيان سليمان مرحبا بك دكتور حيان الملاحظة اليوم دكتور حيان البيان الصادر عن وزارة الخارجية السورية الذي يرحب بما سماه التقارب الأمريكي الروسي حول سوريا الملاحظة أن هذا البيان وصدوره زمنيا جاء بعد يومين تقريبا من هذا التقارب بين الروس والأمريكيين في موسكو وجاء أيضا بعد ساعات ربما من إعلان وتصريح جون كيري بأن لا مكان للرئيس الأسد في أي تسوية مستقبلية هل من مغزى؟ بداية تحياتي لكم لمشاهديكم الحقيقة وبكل صراحة وأنا أتابع الأستاذ وحيد كنت أربع به بأن لا يكون ضحية للإعلام التضليلي وأن يتوجه بهذا الاتهام بأنه قتل عشرات الآلاف وأنا أعيش على أرض الواقع السوري وأعتقد في لقاءات مشركة بينه وين الأستاذ وحيد فكنت أربع بذلك النقطة الثانية صديقي بكل هدوء وتمنى أن يرقى الحوار إلى عدم توجه الاتهامات وأن نتكلم بالسياسة تعرف على أن بيان جينيف 30-6-2012 بنقاطه الست حدد مع عالم ورؤية حل الأزمة في سوريا تكررت الاجتماعات باختصار مفيد كان الأمريكان يدعمون نظرياً يعرقلون عملياً حصل الاجتماع في سبعة 5-2013 بين كيري وبين لافروف استمعنا إلى كيري وأنا أشكر لكم مقدمتكم التناقض الكبير بين ما قاله في موسكو وبين ما قاله في روما إذن هناك شيء ما يخطط أنا أقول للأستاذ وحيد الشيء المخطط وصل اليوم هو عبارة عن صفقات الغازة تمنى أن تأخذها الكاميرا وصراع على الموارد لا أكثر ولا أقل وأمريكا لا يهمها إلا قضيتين سنتين القضية الأولى هي مصالحها والقضية الثانية هي البيان أو الكيان الصهيوني أما حول الرد تعرف أننا نحن بصراحة لا نسق بأخلاقية الإدارة الأمريكية ولا نسق بقراراتها وهناك تناقضات ويمكن أن يعدد لك أكثر من 20 تناقضة انتظرنا حتى وصلت الأمور بعد الاجتماع تم اللقاء بين بكدانف وبين السفير الصيني وبين بكدانف أيضا والسفير السوري في روسيا وتم إصالة إلى وزارة الخارجي لكن وزارة الخارجي ووزارة الإعلام وكل الفعاليات الأساسية في سوريا كانت بوصلتها هي مع هذا الاتفاق لأننا نتابع الأمور عن كثب ولا نقع ضحية تضليل إعلامي من هنا أو هناك تابعنا الأمور قلنا أننا نرحب بالشرعية الدولية بمثاق الأمم المتحدة بما يتم الاتفاق عليه لكن الحل الأول يجب أن يكون سوري يجب أن يحافظ على السيادة السورية يجب أن يكون عبر الحوار وأن مصير السيد الرئيس وسدة الرئاسة وهنا عتبي الكبير على الأستاذ وحيد يقرره عاملان إثنان حسب الديمقراطية من أيام إفلاطون هما السيد الرئيس أولا والشعب السوري وصندوق الامتخابات وبالتالي ليس هذا مصير كيري بإمكاني أن أقول أنه بعد العمليات الإجرامية في بوستن هل يمكن أن نطالب أنا بتنحي الرئيس أوباما عن سدة الحكومة مع الفارق لا نريد أن ندخل في مقارنات مقارنات قد تكون ظالمة لبعض الأطراف يا دكتور حيان أقول الرد كان سريعا متجاوبا ضمن الفترة هل هذا التجاوب ينسحب أيضا على ما قاله كيري اليوم بأن لا مكان للأسد في أي تسوية مستقبلية هذا هو سؤال الأسد أولا اسمح لي أكون صريح وتعرف احترامي لقناتكم هذا كلام خارج عن إطار الدبلوماسية هذه صلبطة دولية هذه فوضى عالمية كيري هو مواطن أمريكي ليس مواطن سوري المواطن الأمريكي هو الذي يحق له الانتخاب والمواطن السوري هو الذي يحق له الانتخاب الرئيس الأسد محمي في قلوبنا وبرموش عيوننا دعنا إلى صندوق الانتخابات نلجأ يكفي مسخرة بالرأي العام العالمي من أعطى كيري الحق ليتطاول هذا التطاول نحن رأينا نتيجة المباحثات الأمريكية الإسرائيلية كيف تم يعودية القدس والأقصى وغيره أين كيري من حقوق الإنسان الذي استخدم 45 مرة الفيتو لصالح الكيان السوري هذا الموضوع مرهون بالشعب السوري وقالها لافروف علنا وقالتها أغلب دول العالم التي تحترم نفسها دعني أرحب بضيفي الذي انضم إليها في إسطنبول من إسطنبول سفير الإتلاف الوطني في باريس الأستاذ منذر مخوص مساء الخير أستاذ منذر سألت في البداية ضيفي عن ما يسمى حاليا تذبذب في الموقف الأمريكي وخاصة بعد تصريح لافت اليوم لجون كيري في روما قال فيه أن لا مكان للأسد في أي تسوية أو أي حكومة انتقالية أنتم كيف رأيتم هذا التصريح وهل هذا يؤثر على موقفكم من حضور أو عدم حضور مؤتمر دولي دعا إليه الأمريكيون والروس المؤشر لدينا ليس تصريح كيري ولكن أريد أن أضيف هنا ليس كل الإدارة الأمريكية بدءا من أوباما وصابقا السيدة هيلاري كلينتون وكيري في الوقت الحالي ومسؤولي مجلس الشيوخ ومجلس النواب الكونغرس كلهم كانوا تقريبا شبه إجماع على أن بشار أسد يجب أن يرحل وأنهم لا يتصورون إطلاقا أن تستمر الأمور في سوريا أو يتم الوصول إلى أي حل ويكون بشار أسد جزءا منه وهذا بالمناسبة هو أيضا في صلب اتفاقيات جينيف التي تم توقعها في 30 حزيران 2011 التي كما نعرف دفنت منذ يومها بسبب الفهم المتباين لنص اتفاقيات جينيف بين الطرف الأمريكي والروسي ولكن هذه الاتفاقات لم تنص صراحة لم تشر صراحة أستاذ منذر إلى وضعية ومستقبل ومصير الأسد نعم لم تجد لكن كان هناك تفسير تفسير لها كانت تفسير متناقض ولهذا السبب تم دفنها واليوم يعاد إعتاجها مرة جديدة ولكن بشكل يتفق مع السيناريو الروسي لأنه نحن فعلا نشعر بالدهشة من موقف الولايات المتحدة اليوم التي ترتب مؤتمر دولي من أجل سوريا تشارك به الدول الأحد عشر لأصدقاء سوريا التي اجتمعت مؤخرا في اسطنبول بالإضافة إلى إيران ولاعبين دوليين آخرين نحن نسعر بالغربة أن يكون هناك محل لإيران إيران هي جزء من المسكلة وليس جزء من الحل إيران تساهم اليوم بقوة وهي طرف من طرف قمع الشعب السوري إلى جانب النظام السوري إذن لا يمكن أن نتصور أن تكون إيران هي أحد الأطراف التي تأتي لتقوم بدور الوساطة هذا غير معقول من مطلع أيضا على الصعيد الآخر هل هذا عفوا ما يمكن أن يعرق المشاركتكم في هذا المؤتمر المصنع؟ هذا أحد الأسباب وليس جميعها ما هي الأسباب الأخرى؟ هذا أحد أسباب وليس جميعها ليس من الواضح مكان بشار الأسد في هذه العملية على صعيد التوقيت الزمني نحن نعرف أن السلسة أشخاص الذين نعيون من قبل النظام السوري كممسلين له وهو رئيس الوزراء وسيد قدر جميل نائبه وسيد علي حيدر نحن نعرف أن هؤلاء نعم لم يحملوا البنادق ولم يقتلوا بأيديه الشعب السوري نحن ولدينا شروط نحن نحاور مع مستنين من النظام ممن لم تتلوث أيديهم بدم الشعب السوري وفي أفق واحد وهو الاتفاق على آليات نقل السلطة لا تنطبق عليهم هذه المعايير وأكثر من ذلك أنا أعود إلى تصريحاتهم أحدهم قال منذ فترة أن تلحي بشار الأسد يعني زواء سوريا عن الخارطة تصوروا البلد الذي يزول عندما يتم تغيير الرئيس وآخر نفسه بشار الأسد قال أيضا أن انتصار السورة والمعارضة يعني انتهاء سوريا بالمطلق إذن هذا المؤتمر الذي مدعو لكي يقوم بالبحث عن حل سياسي هذا هؤلاء الناس هم الذين يساوي في مسؤول النظام بشار الأسد كما قلت غير معروف أين موقعه قال كيري نعم البارحة صرح على أن بشار لا يمكن أن يكون ضمن حكمه لكن هذا لا يكفي هو قال وكما قال الروس كما كرر للافروف عشرين مرة في مؤتمرات صحفية وكما قالوا حديثا اجتمعوا وأنتم قرروا موقع بشار الأسد ويقول ليس من المعقول أن يكون هناك شرط مسبق اجتمعوا وقرروا هذا هو التفسير الروسي حرفيا لاتفاقيات جينيف والتي كانت تفرضه الولايات المتحدة وكل أوروبا أقول أيضا بريطانيا وفرنسا واللاعبون الآخرين كلهم لديهم نفس التفسير بشار الأسد خارج العمليات السياسية ولا يمكن أن يدخل المعارضة والثورة في أي حوار سياسي يكون بشار جزء منه وإن كان حتى الآن لا نعرف في أي توقيت زمني حتى حسب أمريكا يقول نعم يرحل ولكن يقول نتظر ونعرف متى ويقول أنتم تتفقون لن نتفق لأن الذين يقولون اليوم أن زوال أو ترحي بشار الأسد يعني زوال سوريا من الخارطة أنا فهمت هذه النقطة دعني أنتقل إلى ضيفي الآخر يا أستاذ موندر إذا كنت تسمعني إذا كنت تسمعني أستاذ موندر لابد أن أذهب إلى القاهرة دكتور وحيد عبد المجيد أنت استمعت إلى السيد سفير الاقتلاف الوطني في باريس وهو يعدد العراقيل التي قد تحول دون مشاركة الاقتلاف في أي مؤتمر دولي مزمع برعاية دولية كيف تقيم الأداء السياسي للمعارضة يعني استمعنا منك إلى تقييمك للنظام كيف تقيم الآن المعارضة لأنني تحدثت عن النظام بإيجاز شديد وكذلك أتحدث عن المعارضة بنفس الإيجاز لأن المعارضة السورية ليست طيفا واحدا هي أطياف مختلفة ومتنوعة بينها قوة وطنية وديمقراطية نقدرها ونحترمها ونسق في مستقبل سوريا معها ونقوة أخرى نخجع منها على سوريا في الحقيقة هناك قوة متطرفة دينيا شديد التطرف بعضها على صلة وسيقة بالقاعدة تمثل خطرا على مستقبل سوريا وبالتالي نحن نتحدث هنا عن المعارضة الوطنية الديمقراطية التي نعرفها والتي نتمنى أن يكون دورها هو الدور الرئيسي لكن الأطراف الأخرى التي تسير الخوف والخلق هي موجودة على الأرض وموجودة على الأرض وتحظى بدعم من دول ودعم من منظمات متطرفة متعددة دكتور وحيد بعد ما استمعت إليه هل هناك مستقبل ليجلس على الأقل أعضاء من الاعتلاف الوطني الذي يمثله الأستاذ منذر مع الأعضاء الذين ربما ترددت أسماؤهم عن النظام وصلنا إلى نقطة تقتضي حلا سياسيا في الحقيقة والحل السياسي يحتاج إلى شيء من المرونة ونعتقد أن الصيغة الوحيدة التي يمكن أن تخرج سوريا من النفق الذي أدخلت فيه هو صيغة قريبة من الصيغة اليمنية صيغة التسوية اليمنية هذا يقتضي تنازلات مؤلمة من جانب المعارضة وأعرف كم هي مؤلمة بالفعل وقدر مدى ما فيها من ألم شديد لكن أيضا هذه الصيغة جعلت اليمن الآن في وضع أفضل أو أقل سوءا من الوضع في مصر وتونس حيث حدث ما بدأ في لحظة معينة أنه انتصار للثورة لكن لم تلبس هذه الصورة أن سرقت والسوار الآن يحاكمون ويدعون في وراء الأسوار ورجال النظام مبارك الذي نشبت واندلعت هذه الصورة ضده هم الذين الآن يتحلفون ضمنيا مع السلطة القائمة في مصر دكتور روحيد اسمح لي أن تقل قبل الفاصل إلى دكتور حيان سليمان معاون وزير الاقتصاد في دمشق دكتور سليمان ترحيب دمشق بما جرى في موسكو وما يزمع أن يكون في المستقبل أو قد لا يكون وأعني هنا مؤتمر دولي حول سوريا أيضا في هذا اللقاء الذي جمع كريمة على لفروف استمعنا إلى وزير الخارجية الروسي وهو يقول بالحرف الواحد أن روسيا ليست معنية بالأفراد طبعا في إشارة ضمنية إلى مصير الرئيس الأسد هل يعني ما صدر من بيان اليوم من وزارة الخارجية السورية وهو يثني على المواقف الثابتة لموسكو هل يستند إلى أي قاعدة سياسية دولية؟ بداية صديقي دعني أوضح فقط أنا أقدر الجهل بالسياسة لكن بالتاريخ الحقيقة عملية صعبة أقول لك الدكتور قدري جميل والدكتور علي حيدر والأستاذ الحلقي هم هامات وطنية الدكتور قدري جميل ينتمي إلى حزب ولد في سوريا بعام 1924 وأقصد بذلك الحزب الشيوعي السوري والدكتور علي حيدر رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وهو من السلاسينات وعندما كانوا في النضال أعتقد كان البعض يتنقل من سفارة لأخرى النقطة الثانية السيد الرئيس دكتور بشار راست قالها على أن الشعب السوري هو الذي يقرر مصير سدة رئاسة هناك دستور واضح وضح على أن الرئيس لا يجوز أن يكون أكثر من دورتين وعلى أن الانتخابات والانتخابات تتم بمراقبة أممية وبمراقبة دولية يا دكتور حيان أنت تتحدث وكأنك تتحدث عن سويسرا أو السويد هناك حرب أهلية في البلد منذ عامين وعندما أنك أكثر من سفارة أنت تدير الحلقة صديقي تسمعني لم تقاطع غيري تسمعني أنت تدير الحلقة أنا أجاوب على سؤالك إذا كنت تريد أن تقولني ما يجب أن أقوله فأنا الحقيقة لست جاهزة أنا لا أقولك أنا فقط أنفت نظرك السؤال أولا أنت لا تقيم إذا كانت سويسرا أو غيرها لكن من ينبطح في أحضان الأردوغان ويبرر ضربة إسرائيل لسوريا هذه ليست معارضة على كل نعود لسؤالك حتى لا يؤخذ وقتي أولا سوريا رحبت بالميثاق الأمم المتحدة رحبت بكل الموفدين الدوليين تعتبر أن روسيا متمسكة بميثاق الأمم المتحدة موقفها واضح منذ 15-13-2011 هي جزء من حل المشكلة إيران جزء من حل المشكلة لا ترسل الكيميائي إلى سوريا ولا تدعم العصابات للرهابية ولا تتبنى جبهة النصرة إذن الموضوع هذا الموقف بالأساس سوري رحبنا ببيان جينيف الاتحاد الأوروبة يرحب ببيان جينيف الأخضر الإبراهيم يرحب ببيان جينيف هناك طاولة للحوار هذه الطاولة تجمع كل السوريين بشرط التمسك بالمبادئ الوطنين محددة بميثاق الأمم المتحدة والشرعي الدولية أي السيادة الوطنية للتدخل الأجنبي نعم للحوار السياسي نعم لتوقيف العنف لكن نحن نعرف أن بعض الجهات بمقدار ما يصعد منصوب الدم في سوريا بمقدار ما تنهل عليها نعم البترو دولار من الخارج هذا الموضوع لفظه الشعب السوري وسوريا تتوجه نحو الحل السياسي ومن هنا أتت مبادرة وزارة الخارجية والموقف السوري وتم إخبار كافة المؤسسات الدولية بهذا الموضوع أرجو أن تتفضل بالبقاء معي دكتور حيان وكذلك الدكتور منذر مخوس ودكتور وحيد عبد المجيد في القاهرة سنتابع في الجزء الثاني من حوار الليلة عما إذا كان هناك ضغوط أمريكية ربما تمارس الآن على المعارضة السورية للقبول بالجلوس إلى طاولة المفاوضات وفق التفاهم الروسي الأمريكي نتابع الجزء الثاني بعد قليل نواصل حوار الليلة حول واشنطن ودمشق وسر تذبذب الموقف الأمريكي تجاه الملف السوري ورحب مرة أخرى بضيوفه في حوار الليلة من القاهرة المستشار في مركز الأهرام لدراسات الاستراتيجية دكتور وحيد عبد المجيد من اسطنبول لسفير الاقتلاف الوطني في باريس الأستاذ منذر مخوس ومن دمشق معاون وزير الاقتصاد الدكتور حيان سليمان نذكركم أيضا أن بإمكانكم المشاركة في الحوار من خلال طرح أسئلتكم واستفساراتكم على تويتر وفيسبوك ولا أن نصارد بعض المشاركات التي وردتنا من المشاهدين حول موضوع الحلقة محمد عبد الواحد على تويتر يقول تذبذب واشنطن سببه أنها تصنع الأحداث وتراقب نتائجها ببطء وتغير وتبدل وفق مصلحتها أما ياسر حمدي على فيسبوك فيرى أن الموقف الأمريكي ليس متذبذبا لأن حلف شمال الأطلسي سيتدخل في سوريا بعد أن يتم إنهاكها تماما عبدالله سعيد من جهته يقول واشنطن تقيس الأمور بميزان المصالح وبالتالي تحاول التقارب مع موقف موسكو بشأن سوريا أما وليد حمادي فيعتقد أن الولايات المتحدة لم تجد أحدا من المعارضة السورية يمنحها الولاء المطلق للسيطرة على مقدرات الشعب السوري في مرحلة ما بعد الأسد أحمد أغا من جانبه يشير إلى أن واشنطن تهدف إلى تدمير سوريا من أجل مصلحة إسرائيل أما محمد ديالة فيرى أن واشنطن تخشى من وقوع السلاح بيد جماعات إسلامية كما أنها تحاول استنزاف سوريا لإضعاف إيران أخيرا أسماء سودان تقول أمريكا تريد مصلحتها فقط ولا يهمها سفك الدماء في سوريا وتحاول أن تحقق الاستفادة القصوى من الأزمة السورية إذن نتحول إلى الأستاذ منذر مخوص في اسطنبول سفير الاعتلاف الوطني السوري لدى فرنسا كنا نتساءل عما إذا كانت هناك ضغوط دولية ضغوط أمريكية على الاعتلاف على المعارضة بشكل عام للقبول بهذا التفاهم الواضح بين روسيا وأمريكا من أجل الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع النظام هل مورست عليكم هكذا ضغوط أستاذ منذر؟ حتى الآن ليس لدينا أي فلنقول قراءة عيانية على أنهم يرث لكن نحن نعرف جيدا اليوم عندما غيروا مواقفهم وانقلبوا على الموقف السابق الذي تعرضت له سابقا كانوا في كل مناسبة يقولون أنهم يعتبرون أن بشار الأسد وعصابته يجب أن يكونوا خارج أي معادلة خارج أي حل سياسي وكان الموضوع يتكرر خاصة من اللاعبين الآخرين الدولين المهمين وهو فرنسا وبريطانا وأنا أقول هذا بثقة وهذا كلام معني به وسمعته في أذني وقد طرحت السؤال أكثر من مرة على هذه الأطراف السلاسة وكان هذا هو الجواب اليوم التصرف الأمريكي كما ورد في تقريركم وما ورد في نقاشنا حتى الآن يدل على أن الولايات المتحدة اليوم تتبنى مشروع جديد يختلف عن المشروع الذي كانتم الكلام حوله وهو مشروع كنا نعتقد بالأصل أنه غير قابل للحياة لسوء بسيط أن النظام السوري لا يريد حل سياسي بالأصل لأن النظام السوري كانت لديه فرص أخرى يجب أن لا نسأل أن هناك كانت مهمة الجامعة العربية ومراقب ياسم ومهمة كوفي عنان ومراقبها برئاسة الجنرال روبيلت مود وأخيرا مهمة الأخضر الإبراهيمي كانت شروط مناسبة جدا للنظام السوري المهمة كوفي عنان الأكثر فلنقول أهمية جاءت على أساس اتفاقيات جريف من حيث الأصل كانت هناك نقاط ستة قريبة جارت عديلها في وقت لاحق وقد كانت على أساس مشروع فرنسي جيد جاء مشروع روسي أفرغه من محتواه وكان مريح ومع ذلك لم تطبق وأننا برغم تحفظنا على هذا المشروع وإفراغه من مضمونه قلنا نعم نقبل بمشروعك في عنان فلتطبق النقطة الأولى على الأقل طيب أنتم الآن ربما تضعون شروطا تعجيزية للجلوس إلى طاولة المفاوضات والبدء في عملية سلمية تستهدف إنهاء هذه الأزمة يعني ماذا لديكم من أوراق لتضعوا هكذا شروط وصفتها أنا بالتعجيزية وربما يصفها كثيرون كذلك أنتم حتى لم تحققوا أو المعارضة العسكرية لم تحقق تقدما ميدنيا في الأون الأخيرة وما تزال الأمور تراوح مكانها على الميدان قولا أنا أريد أن أصحح هذه ليست شروط عزيزية على الإطلاق يجب أن نأخذ الأمور في إطارها التاريخي سياقها التاريخي وعلى وجه التحديد أنت تقول لم تحقق المعارضة نعم المعارضة حققت إنجازات قياسا إلى موازين القوى يجب أن لا ننسى أن المعارضة اليوم التي هي فلنقول مجموعة من المقاتلين بالأصل هم ضباط أو جنود الجيش السوري الحر الذين انشقوا وغامروا بحياتهم من أجل الانشقاق هناك من لم تتح لهم فرصة الانشقاق وأصبحوا في العالم الآخر لأنهم قتلوا خلال عملية الانشقاق اليوم جماعة الحراك السوري الذين كانوا يقودون التظاهرات والتي كانت تصل إلى 850 نقطة تظاهر في يوم الجمعة في سوريا اليوم بعد أن تم عسكرة السورة وشاهدوا على أنه من المستحيل أن تبقى سورة سلمية عن توازن القوى عسكريا وهناك أيضا توازن وحسابات دولية وأنت رأيت التقارب الروسي الأمريكي هل يمكن أن تظلوا على هكذا موقف متشدد نعم دعني أبو تابع إذن هناك خلال مريع في موازين القوى هناك السورة بتواضع إمكانياتها سواء العسكرية وخاصة الأسلحة وهناك على الطرف الآخر لدينا جيش عرامر حوالي نصف مليون شخص مع الاحتياط تدعمه إيران بالأسلحة وبمقاتلين وبالأموال ويدعمه حزب الله وهو جيش كبير أيضا ومقاتله موجود لليوم بالأهلاف في سوريا ويدعمه تواطع المالكي بالإضافة إلى الدعم السياسي من روسيا والأسلحة الروسية هي مئات آلاف أطلان من الأسلحة بدون حدود الحقيقة إذن على الطرف هذا هناك آلة جبارة وهناك على الطرف الآخر نملك مقاتلين متواضعين بالتسلحة ولكنهم يملكون الرقم الأصعب في هذه المعادلة هو التصميم السورة التي تطالب بالحرية والكرمة هذه هي قوة السورة السورية لكن أيضا يجب أن لا ننسى أننا السورة ليست يتيمة هناك أيضا انطراقا من الشعر العرب الإسلامي مع الدول التي تدعم السورة سأعود إليك دكتور وحيد عبد المجيد اليوم وبعد فترة طويلة كان كيري يكرر خلالها أنه بصدد العمل لكي تتغير حسابات الأسد وتتغير حسابات موسكو هل يمكن القول أن العكس هو الذي حدث الآن لا ليس العكس تماما لكن هناك مراوحة في المواقف كلها هناك تغير أيضا في الموقف الروسي باتجاه الاستعداد لقبول تسوية لا يكون بشار الأسد جزءا منها سواء بشكل فوري أو يعني بعد أشهر قليلة الحسابات الأمريكية أيضا تتغير لا ننسى تأثير كسافة الدور الإيراني في المعادلة في الفترة الأخيرة ومخاوف واشنطن من أن تمتلك إيران ومخاوف روسيا أيضا في الوقت نفسي من أن تمتلك إيران الورقة السورية ورقة التفاوض باسم النظام السوري هذا يصير قلق لدى الولايات المتحدة لأنه ينقل المعادلة في اتجاه آخر وقد يفرض على الولايات المتحدة مساومات مع إيران لمصلحة إيران في أكثر من اتجاه أيضا يقلق روسيا لأنه روسيا لا تريد أن تأخذ إيران منها الورقة السورية أو تحتكرها إيران روسيا تعتبر الورقة السورية ورقة مهمة بالنسبة إليها ولذلك الحسابات في الحقيقة متغيرة وتحتاج إلى التعامل معها بعقلانية من جانب المعارضة السورية وتحتاج من النظام السوري إلى أنه يتوقف عن حالة الإنكار التي تلجأ إليها النظم التي توضع تحت الضغط لكي نصل إلى حل ينقذ الشعب السوري من هذه المأساة وينقذ سوريا حتى إذا كانت هناك مخططات يعتقدها حالة الإنكار أو أخطار لابد أن ننقذ سوريا من هذه حالة الإنكار هذا المصطلح دعني أنقله إلى ضيفي دكتور حيان في دمشق يعني هل يمكن أن تخشى واشنط تخشى دمشق أن تكون كل ما يجري الآن من محاولات للبحث عن حل سلمي وحل سياسي هو من قبيل يعني كسب الوقت قبل تدخل عسكري محتمل على شكلة ما وقع في ليبيا مثلا دكتور حيان استاذ عمر أولا اسمح لي أقول لك أولا سوريا ليست ليبيا ثانيا العالم أصبح كله يعرف تماما أن لسوريا من الأصدقاء ما يكفي ثالثا أعتقد أن البرنامج السياسي الذي طرح في سوريا بستة واحد الفين وطلتعش وهو واضح بخطواته السلاس ويمكن أن يطرح للحوار وتم الدعوة إلى تشكيل حكومة ثم استفتاء عام وقانون جديد ودستور جديد وغيره رابعا نحن استقبلنا كما تعرف محمد مصطفى الداب بعد منه بعده استقبلنا أيضا لكوفيانان بعده الأخضر الإبراهيمي وقالها الأخضر الإبراهيمي يعني صراحة أن في سوريا أكثر من أربعين ألف إرهابي يقاتل على الأرض السورية ولا أعرف أنا ما هي هذه الثورة التي أهداف غير محددة مطالبة غير محددة تقطط في المطارنة وتقتل شيخ الجامع وأساتذة الجامعات أنا أقدر أن البعض في الخارج لمصالح شخصية يتاجرون بالدم السوري أما الإستاذ وحيد عبد المجيد وهو يعرف بأنه معززا في سوريا لا أعرف يعني الحقيقة أنا صدمت هل القضي شخصنت المشكلة يا أخي والله أمام سوريا مشاكل أكثر من هذا نحن بأمس الحاجة إلى حق كل الدماء نحن بحاجة مأسة إلى الحوار نحن بحاجة مأسة إلى أن نرقب الحوار السياسي بعيدا عن فرنسا التي احتلتنا وعن تركيا التي تطمح لعودة العثمانية يا أخي انظر ماذا يجري في القدس وفلسطين وليبنان يا أخي انظر تداعيات الاتفاق الأمريكي الإسرائيلي انظر كيف تباع أراضي القدس بأراضي في الصحراء معينة وبالقدس تباع أو تقاس الأرض بالسنتيمتر حرام هذا الحديث السياسي لنتعامل يا أستاذ عمر منذ يومين تم الكشف عن حوارات بين كليمنسو والويت جورج في قصر عندكم في بريطانيا يسعى قصر لاكستر أرجو أن لا أكون أخطأت في لفظه وهناك تقاسم نحن الأسلافة بريطانيا دكتور حياء الآن بيكو تعود واتفاق كل الاتفاقيات التي تمت بسايكس بيكو ووعد بالفور تعود لنتقي الله فيما يحصل في المنطقة أين الربيع العربي هل ينظروا إلى السودان التي أصبحت سلاسة أنا أخاطب ضيفك من تركيا هل يقبل بالدستور القطري الذي أصبح محجة لهؤلاء هل تقبل قطر بأن تناقش فقط الدستور السوري ولا أحيلك إلا إلى المادة السامنة من الحكم من الدستور القطري الذي يحدد الحكم في آل ثاني وحصرا في الزكور هذه المشيخة التي تعود إلى نحن لا نريد أن نجر النقاش يا دكتور حيان للحديث عن دول أخرى نحن نتحدث عن الأزمة السورية تحديدا تحولات في الخارج هي بسبب توازنات القوى على الأرض الداخلية وأن جيشنا يلاحق هذه العصابات الإجرامية وقريبا سنعلن النصر النهائي على كامل الأرض السورية أنا فهمت إجابتك لا بد أن أأخذ فاصل الآن سنتابع بعده الجزء الثالث والأخير من حوار الليلة بعد قبل إذن نتابع الجزء الثالث والأخير من حوار الليلة وأتحول إلى ضيفي في إسطنبول الأستاذ منذر ماخوس أستاذ منذر إذا كانت هكذا الأمور تتجه إلى رفضكم المشاركة في أي مؤتمر دولي محتمل أو هكذا فهمت من خلال الشروط التي وضعتموها ما هو البديل المتاح أمامكم البديل هو استمرار السورة التي تملك صمود الإسطوري للشعب السوري ولفصائل المسلحة التي تقوم النظام القاتل في سوريا تعبئة المصادر الداخلية في المناطق المحررة بالتأكيد العمل على الصعيد الدولي من أجل أن يتحول الاعتراف السياسي اليوم إلى اعتراف قانوني أيضا العمل على تأمين مصادر عبر الأموال المجمدة لصالح العصابة في دمشق اليوم التي استعمالها من أجل دعم السورة وأيضا التعاون مع أصدقائنا وحلفائنا في البلدان العربية والإسلامية نحن لسنا أيتام نعم هناك خلل كما قلت منذ قليل في موازين للقوى ولكن نحن نملك الرقم الأصعب في هذه المعادلة وهو صمود الشعب السوري وتصميمه على الرغم من الحوال الكارسية ومن عمليات الإبادة الجماعية التي يقوم بها النظام السوري ومع ذلك السورة مستمرة أي أن كانت الظروف ولا أحد يستطيع أن يفرض بالمناسبة أي ضغوط أو أي أجندات على الشعب السوري لا من قبل الأطراف الدولية ولا غير الأطراف الدولية يعني نيويورك تايمس واضحة تماما وأريد أن أذكر أيضا أستاذ منذر نيويورك تايمس تقول اليوم أن السفير الأمريكي لدى سوريا روبرت فورد توجه إلى اسطنبول للقاء قيادات الائتلاف لإقناعهم بجدوى التفاوض مع ممثلين نظام هل هذا صحيح؟ نحو سمعنا أن روبرت فورد نعم فعلا جاء إلى اسطنبول وحسب معلوماتي هو شرح بشكل ما هذا الاتفاق الروسي الأمريكي ولكن بالتأكيد أي أن كانت نوايا فورد ولا غير فورد الثورة لم تخضع إلى أي ابتزازات بالمطلق كنت أقول على الرغم من هذا الخلل المريع في موازين القواء وقلت أقول ما هي نقاط القوة للثورة أريد أيضا أن أذكر بالتاريخ لنعود إلى أوراق قليلا عندما كانت فيتنام تقايم الولايات المتحدة وحلفاها في جنوب شرق آسيا نعرف أن فيتنام انتصرت على الرغم من هذا الخلل نعم قد يقول قال كانت روسيا تدعمها والصين هذا صحيح ولكن أيضا لدينا حلفانا فهمت إجابتك سيد مندر وهو تضميم الشعب السوري أتحول إلى ضيفي الدكتور وحيد عبد المجيد في القاهرة دكتور وحيد طيب ماذا لدى واشنطن إذا ما فشلت هذه المساعي لعقد مؤتمر حول السلام في سوريا يعني الحقيقة مشكلة واشنطن الأساسية في هذه المساعي ليست مع المعارضة ولكن مع موقف النظام السوري الذي لا يبدو استعدادا لأي تسوية إذا حدث تغير في موقف هذا النظام وأدرك يعني حقيقة الواقع وأنه لابد من الوصول إلى تسوية في هذه الحالة يمكن أن تتحول السياسة الأمريكية في اتجاه ممارسة ضغوط على المعارضة لكن ممارسة ضغوط على المعارضة الآن غير مجدية لأنه يعني لأي هذه خطوة غير عقلانية إذا فكرت فيها الولايات المتحدة لأنه لا ينبغي أن تقدم المعارضة أي مرونة في موقفها بدون أن يكون لدى النظام السوري استعداد للوصول إلى تسوية عند إذن في هذه الحالة أعتقد أن المعارضة نفسها بدون ضغوط عليها يمكن أن تتخذ الموقف المناسب أو إذا اضطرت الولايات المتحدة لن تتمكن يعني الولايات المتحدة ليس لديها أوراق تمارس من خلالها ضغوط على المعارضة السورية لكن إذا أرادت أن تفعل ذلك افتراضا في فترة ما في لحظة ما ليست هي اللحظة الحالية على الأرجح لأنه أعتقد أن السياسة الأمريكية ليست بهذا الغباء فستمارس هذه الضغوط من خلال بعض الدول العربية التي تدعم المعارضة السورية لكن ليس على المعارضة السورية مباشرة لأنها لا توطيع شيئا لكي تمنعه عنها وليس لديها ما تستطيع أن قوة ضغط على هذه المعارضة فضلا فضلا أن انضغطها على المعارضة تجعل هذه المعارضة لأنها معارضة وطنية وتتبنى موقفا وطنيا حقيقيا في حرج حتى إذا كان لديها استعداد أن تراجع موقفها وتبدي بعض المرونة لا يمكن أن تبديها تحت ضغط أمريكي وهي التي تتبنى موقفا وطنيا وتتطلع إلى سوريا حرة مستقلة طيب أنتقل إلى ضيفي في دمشق دكتور حيان سليمان دكتور حيان هل يمكن أن يأخذ النظام بعين الاعتبار إمكانية تحقيق المعارضة المسلحة أي اختراق أو خرق ميداني كبير قد يخلط أوراق اللعبة هل يمكن أن تأخذ أو يأخذ النظام بعين الاعتبار إمكانية تسليح المعارضة السورية بأسلحة كما توصف بالفتاكة صديقي أتمنى أن نعطى الوقت لأنني مقابل سنين بالحوار أولا كنت أتمنى من قناتكم وتعرف أني أكون لها الاحترام أن توقف مثل هذه الكلمات فأنا لست شتاما لأرد عليها أمثال السفاح وغيره وغيره ولكن أنا أقول هذا لا يعيبنا يعيب من يتكلم بهذه الأمور الإنقلاب على المبادئ وأعرف أن ضيفك كان من مدلسة البعث فانقلب وراء في بعسيته وعروبته تتجسد في قطر والسعودي فمبروك له هذه النقطة النقطة السالسة يعني أنا أستغرب الحقيقة يعني كيف ليس لأمريكا أوراق مبروك لك مبروك لك وشفنا تنقلك أنا أعتمد خلونا في الموضوع معك لكن حتى لا تمر أنا أستغرب كيف الأستاذ وحيد يقول ليس هناك أوراق هل وصل الأستاذ وحيد بتحليله السياسي على أن قطر والسعودية أصحاب قرار أعطي مثال عملي عندما رفض رئيس الاتلاف منذ فترة على أنه سوف لن يحضر مؤتمر روما كنت على شاشتكم وقلت لكم أنه سيحضر لأن الأوامر أتت له وحضر فهؤلاء ليس لهم قرار النقطة الثانية البارحة رئيس الاتلاف الحالي أخبر الرئيس اللبناني وفق ما تناولته نيو تيفي أو الجديد بأن المطارين الذين تم اختطافهم هم على علم بهم هل وصلت السورية إلى درجة على أن يتم اختطاف رجال الدين النقطة الثالثة بسرعة النقاط التاريخي غريب عجيب من نوعه فيتنام يا صديقي يجب أن نقرأ التاريخ احتلت من فرنسا وهي البلد الثاني لبعض منهم يغردون ضد سوريا الآن ويستنجدون بالفرنسا الذي احتلنا وإن زار غوره موجود ثم أتت أمريكا وأعاقد تطور فيتنام هذه المغالطة التاريخية أعتقد من الخطأ أن يقع بها طالب في السنوي ولا أن ندعي نقطة الرابعة نحن لدينا برنامج سياسي مطروح يا أستاذ عمر قد لا يعجبك هذا البرنامج لكن أعطني برنامجك السياسي إذا كنت حريصا على الشعب السوري أنا أعرف أن الإتلاف وغيره تشكلوا بقرار أميري وبقرار سعودي وعلى أنهم ليسوا أكثر من منفزين هذا نعرف أنا للأسف لأن وقتي انتهى لكن أقول أن المعارضة تخترق لك نحن الآن نشهد لحظات انتصار الجيش العربي السوري على هذه العصابات الإجرامية القاتلة التي أتت من الشيشان لابد أن أنهي البردامل شكرا جزيلا لك دكتور حيان سليمان معاون وزير الاقتصاد كنت معنا من دمشق كما أشكر ضيفي في اسطنبول سفير الائتلاف الوطني في باريس منذر مخوس وكذلك ضيفي في القاهرة المستشار في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية الدكتور وحيد عبد المجيد غدا نفتح ملفا آخر من ملفات حوارنا على سكاينيوز عربية أما أنا فألقاكم على رأس الساعة بإذن